ويل لحركة النهضة التونسية أسقطتهم النائبة عبير موسى وستحكمهم نجلاء بودن رمضان والتي أصبحت أول رئيسة وزراء في الوطن العربي فمن هي نجلاء بودن؟ المعلومات الأولية تشير إلى أن رئيسة وزراء تونس المكلفة من موليد 1958 بولاية القروان وتحمل شهادة الدكتورة في الجيولوجيا ومكلفة حاليا بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويعتبر تعيين بودن أول خطوة في تركيبة حكومة الرئيس سعيد لإدارة المرحلة الانتقالية وهي مرحلة سيتم العمل خلالها على إرساء إصلاحات سياسية وجاء تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد امرأة لتكون على رأس الحكومة ليواكد أن للمرأة التونسية دورا مهما في الحياة السياسية وهو دور دفعت ثمنه باهظا إبان فترة هيمنة الإخوان المسلمين على مقاليد الأمور في تونس ولعل ما تعرضت له النائبة عبير موسى تحت قبة البرلمان دليل على ذلك تونس التي قاد فيها الرئيس سعيد جملة من الإجراءات المهمة بدأت بتعطيل البرلمان وصولا إلى تعيين سيدة ذات سمعة علمية ودولية كبيرة تعني أن انتفاضة عام 2011 عادت إلى مسارها الطبيعي فهل سنشهد في العراق مثل هذه الخطوة الكبيرة ونرى مرأة مرموقة تقود البلاد إلى بر الأمان ذلك ما ستكشفه الأيام والشهور التي ستل نتائج الانتخابات في تشرين المقبل ترجمة نانسي قنقر